جهود استخبارية وأخرى قتالية في عمق المناطق الصحراوية وفي قمم السلاسل الجبلية الشاهقة نفذتها القوات المسلحة بمختلف صنوفها لتعقب الخلايا النائمة لفلول داعش الإرهابي بمحافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك حققنا نجاحات كبيرة اشتركت جميع القطاعات سواء قطاعات المشتركة العراقية بعمليات واسعة في عمق الصحراوية أو في مناطق السلاسل الجبلية أو بعمليات نوعية من خلال عبطان في جهاز مكافحة الإرهاب وطيران القوة الجوية وكذلك طيران الجيش العراقي أكثر من 320 كهفا كانت تعد وكرا وملاذا آمنا للإرهابيين دمرتها القوات الأمنية التي اعتمدت خططا وأساليب جديدة في مطاردة الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي أسهمت بقطع خطوط الإمدادات وطرق التنقل للعناصر الإرهابية آخر عمليات التي تم قتل ولاية كاملة التي هي ولاية دجلة بحدود 42 إرهابي والواجب الأخير بالتنسيق مع قيادة القوة الجوية العراقية تم توجيه ضربة في جبال حمرين تم قتل 60 إرهابي بالإضافة كانت لدينا عملية في قراشوخ تم قتل أكثر من 27 إرهابي وتم تدمير أكثر من 80 إلى 90 مغارة وكهف وتم توجيه 320 ضربة جوية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية وطيران جيش عمليات استباقية وأخرى نوعية نفذتها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها وصنوفها خلال الأيام القليلة الماضية ضد فلول داعش الإرهابي في أماكن متفرقة من البلاد أسفرت عن تفكيك خلاياهم وقتل العشرات منهم مؤيد الفرطوسي العراقية الإخبارية بغداد